السيدة عفيفة معروف وابناها أحمد وشستا وحفيدتها من بينما يقارب 16 ألف أفغاني أجلتهم الحكومة البريطانية في أغسطس الماضي بعد سقوط كابل تاركين كل شيء وسط مخاوف من تعذيبهم أو قتلهم على أمل العودة إلى أرض الوطن أمورينا's lives من العودة لذلك هذه كرة أحد الأمور هناك مثل كل شيء بلاده ده مكتب وتطبيل شد Elli تاركين عفيفة معروف كانت مستهدفة من حركة الطالبان بحكم عملها كمسؤولة لحقوق الإنسان في مقاطعة هلمن حيث كانت تتمركز القوات البريطانية وابن أحمد الذي عمل وكيلاً للإدعاء كان وراء السجن العديد من أعضاء طالبان وداعش ومجرمين آخرين انتقل مع أسرته مراراً لتفادي تهديدات قتله لكن الحظ لم يكن بجانب بعض زملائه منذ وصولها إلى بلدة لوتن تقيم أسرة عفيفة بشكل مواقة في غرف فندقية كأغلبية اللاجئين الأفغان وهم يشعرون بعد أشهر بيأس أكثر بشأن تأمين منازل دائمة والاندماج في المجتمع خصوصاً أن بعضهم لا يتحدثون اللغة الإنجليزية ويصعب إيجاد عمل إذا لم يعرف أين سيعيشون حتى وإن كان دافع الضرائب يتحملون ما يقارب من خمسة ملايين جنيه تقريباً كلفة إيواء اللاجئين في بريطانيا يومياً مصطفى زارو الحدث لندن